اشتركوا في القناة الصورة الباطنة هي الخلق نفسية الانسان باي صورة هي هذا امر معنوي احنا ما نقدر نميز الصورة الباطنية عن طريق النظر وانما عن طريق الاعمال نكتشف تلك الصورة الباطنية حالة نفسانية هذه الصورة الباطنية يعبر عنها بالخلق وانك لعلى خلق عظيم الله سبحانه وتعالى يقول هذه الخلق عظيمة هذا الخلق عظيم انك لعلى خلق عظيم هذا اللي على خلق عظيم هل يصح أن نقول عبس وتولى نزلت فيه اذا جاي واحد اعمى فيقطب وجهه ويعبس فيه هذا العمل صحيح لو مصحيح اذا هو صحيح ولا ينافي الخلق العظيم فما كن مجال العتب عبس وتولى ان جاءه لعمى وما يدريك لعله يزكى كذا الان يقول واما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ان لا يزكى هذا تقريع تقريع شديد اذا هو هذا خلق عظيم فلا معنى للتقريع ولا للذنب ولا للعتاب واذا مو خلق عظيم فهو ليس فعل الرسول وطبعا مو خلق عظيم لان الله يعاتب ويقرع فلم يكن هذا من خلق الرسول فالسورة نزلت في غير الرسول الله صلى الله عليه وآله عبس وتولى نزلت في واحد من بني أمية لكن أرادوا أن يبعدوا الاتهام عن أنفسهم فألقوه على رسول الله فسروا عبس وتولى أن جاءه الأعمى على أنه الرسول صلى الله عليه وآله وليس كذلك الله يقرع ذلك الشخص عبس وتولى أن جاءه الأعمى ثب يلتفت إليه على النباب الالتفات وما يدريك أيها العابس لعله يزكى موسيقى موسيقى موسيقى